فينا تستضيف معرض تأثير القرآن على الفكر الأوروبي عبر العصور تحليلك للخبر ومحاولة مع المنادات أو الاعتراضات بالنسبة لما يقال الإسلام السياسي وحاجة زي دي بتعمل عملية تعريف المجتمع الأوروبي على القرآن الكريم وما أتى فيه من إيجابيات للمجتمع مش كما يصور البعض أو كما يتبناه بعض الميليشيات أو الجماعات اللي تريد تخريب الدين نفسه يعني هذا بصراحة هذا خبر رائع جدا هذا الذي أنا أطلق عليه حوار الأديان الحقيقي عندما تعترف بالآخر من الطبيعي أن يكون لك الآخر الاحترام أما عندما تلغيه من الطبيعي أن يكون مستأتجاهك فبالتالي بنا تستضيف معرض تأثير القرآن على الفكر الأوروبي عبر العصور عبر تأثير الأديان حتى بما فيه التأثر المسيحي بالقرآن والتأثر القرآن بالمسيحي هذا التبادل الثقافي الحقيقي وهنا صورة مشهد يظهر أعتقد حاكمة السويد قالوا أنها تقرأ القرآن بمرحل وراحل فبالتالي هذا هو الحوار الحقيقي هذا هو الاستيعاب الحقيقي للآخر أنا أدعو بصراحة المعرض هو في السنة المقبلة من 18 إلى 24 شهر ثمانية 2025 بالهوفبورغ بالهلدن بلاتس يعني بأرقى بأرقى قاعات فيينا سيكون هذا المعرض أنا أدعو كل شخص فعليا أنه يزوره ويحاول أنه يعني يشوف ويشاهد المحتوى الثقافي والبليغ وإن شاء الله أتمنى يعني إنفو جرات حيكون في إلى تغطية مميزة بهذا الخصوص بهذا المعرض فبالتالي أنا أرى هذا هو حوار الأديان الحقيقي أستاذ ممدوح نتمنى أن يكون هناك تفعيل لمثل هذه المعارض أو للإفادة منها لجميع الموجودين هنا